سكان العشوائيات في محافظة واسط كغيرهم في المحافظات العراقية الأخرى فقر وحاجة وألم ضياع يصاحبهم منذ عشرات السنين تؤججه بين فترة وأخرى تهديدات حكومية وحزبية لهم بالطرد والتشريد بحجة استثمار المنطقة يتبتون بدينا أنه وين نروح ما نقدر كل شيء ما يكون ما لدينا كل شيء وطيحين صارنا أربعين سنة هنا واللي عنده رؤية مرعاية واللي مهالي واللي مراتين مساعدة بس شيء ما نقدر نشير ما نقدر وحشيل وين يرون ما نقدر نشير عامي والطامة الكبرى أن السلطات الحكومية والأحزاب تريد اقتلاع هؤلاء من المنازل التي عاشوا فيها لعشرات السنين بالرغم من صبرهم على التهميش الحكومي من جميع النواحي الخدمية حتى باتت حياتهم أقرب إلى الجحيم نحن مو من العراغيين مو من عراغيين منين نحن جايين يقولون أن تشيلون مننا ما تبغون هنا هاي تجاوزر تشيلون هاي من مدري من يا أحزاب يجوا هنا تدري هاي الشيء تنغرق يعني ما يكو درب ما يكو درب طبعا المطر من البيوت وحنا تعبان حالتنا حيل حيل تعبان لا من المساعدات تجينا هنا توصل والسعد العالم وتنطيه أو لا احنا من كل شي ما كو أبد هم نريدهم عيلي مننا ونروح لو يستاعدونا لو يخلونا هنا توجد يشوفونا عيوان نروح هم نريد منهم يستاعدو يستاعدونا تشيلونا والله يخلونا هم نريد من عيدهم هم يبحرون لنا عيوان نروح منا هم ما كو يا الله الله وزاد حدة مأساة ساكني العشوائيات المتاجرة بقضيتهم من قبل الأحزاب والبرلمانيين والسياسيين لتحقيق المقارب الخاصة دون أن تعود عليهم هذه المتاجرة بأي مفيد وكل سنة نغرق هنا ولا أحد يمر علينا لأحد هاي ولا أحد يناشد كل المحافظات والله والله هو يناشد كلها هنا يريدنا واحد يجي مجاري لا ينعي هاي شوفها شوف الخيسة هاي لا أحد يقول الله يساعدك لا أحد يمر علينا هنا سريدي واحد يمر علينا واحد يسلم علينا بس بكتل انتخاباتي كثيرا هنا والله تريدك واحد نطوبوا الكم نسوي الكم ما ندري شيني هاي ظالمين بس يش بتشده بيحلو وإلى أن تجد السلطات الحلول لظاهرة العشوائيات التي باتت من أبرز سمات العراق يبقى سكان عشوائيات واسط كغيرهم في المحافظات الأخرى ضحية من ضحايا الفساد والفشل في التخطيط والإدارة الذي رافق الحكومات منذ عام 2003 وحتى اليوم اشتركوا في القناة